أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات تباطا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البسل هل ترى من فطور ثم ارجع البسل كرتين ينقلب إليك البسل خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وادعلناها بدوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المسير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تمجز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتبوا النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ذلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهلوا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رذقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطوير فوقهم سافات ويقبض ما ينسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بسير أمن هذا الذي هو جند لكم يعصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رذقه بل لجوا في عطوي ونفور أفمن يمشي مكبا على ورهه أهدا أم من يمشي سويجا على سراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم واجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي غرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ذلال مبين قل أرأيتم إن أسبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ترجمة نانسي قنقر